السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابي واعزائي طلاب الصف الثالث لفدائي اهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة في بيتنا مدرسة مدرسة معاك في البيت في بيتنا مدرسة على رأس كل ساعة معلم لمادة مختلفة يوضح لك ما ابهم عليك وما لم تعرفه طيب احنا بقلنا طبعا حلقات كتير جدا والاسابيع الماضية كل اللي حادثنا عن الابحاس المطلوبة مننا والمقررة علينا التي يعني زكرتها وزارة التربية والتعليم تكلمنا قبل كده والزملاء الافاضل في جميع المواد تحدثوا وافاضوا في معظم الابحاس المطلوبة مننا وطريقة صجاعة الابحاس وطريقة كتابة الابحاس طيب احنا النهاردة هناخد ايه او حلقتنا هتتكلم عن ايه النهاردة انا هقسم الحلقة لجزءين جزء وجزء هياخد مني بقية وقت الحلقة هتكلم النهاردة عن طريق التنفيذ المشروع يعني حاجة بسيطة كده تذكير لطلابنا لشكل المشروع البحسي اي مشروع انت هتختار او هتقوم انت باختياره سواء كان عن المياه او عن الصحة او عن السياحة المشروع اللي انت هتحاسس ان انت هتقدر تبدع فيه او حاس ان انت هتقدر تتكلم فيه وتحقق فيه الهدف المطلوب من هذا المشروع هو بحثك عن المعلومة الوصول للمعلومة والبحث عن المعلومة بايدك وبنفسك علشان ما تقدرش تنسى المعلومة بعد كده نقولنا من افضل الطرق للتعلم ان انت تبحث عن المعلومة بنفسك فاذا حصلت عليها بتعبك او طبعا من خلال المجهود اللي انت بزلته لن تنسى تلك المعلومة طبعا افضل من انت المعلومة تأتي اليك وانت يعني مستريح او لم تبزل الجهد للحصول عليها طيب انا لو بصيت معايا كده مسلا هبدأ في او المشروع بتاعي خلاص انتهيت منه فعندي طريق التنفيز الايه طريق التنفيز المشروع ده مسلا ممكن يبقى غلاف للمشروع بتاعي او شكل المشروع بتاعي المحافظة اللي انت منها الادارة اللي انت بتتعلم فيها وكمان الايه اسم المدرسة وموضوع المشروع اللي انت طبعا اخترت وزي ما قلنا اي مشروع من المشروعات المقررة عليه ثم الرقم التعريف اللي انت الكود بتاعك الكود التعريفي اللي انت حصلت ايه حصلت عليه اكيد طبعا بتكتب ايه بتكتب اسمك ده لو انت طبعا هتقوم بالمشروع بطريقة فردية يعني لو حدك طيب لو انا هقوم المشروع ده ومعايا مسلا اه اكتر من زميل او مجموعة من الطلاب هيبقى عندي هنا مسلا طريق التنفيذ للمشروع للمجموعة او للفريق عنوان الموضوع بتاعك اللي انت اخترته مسلا وليكن المتحف الايه المتحف المصري عن السياحة وعندي هنا طبعا المسلسل واحد اتنين تلاتة عدد الافراد اللي انت او الطلاب زملائك اللي اشتركوا معاك في المشروع وبتكتب الكود بتاع كل ايه كل طالب طيب المشروع بتاعنا يعني شكله بيبقى ازاي او العناصر بتاعته بتتكون من ايه عندي طلات عناصر مهمين جدا في المشروع بتاعي اللي هي بسميها عناصر المشروع لا صلب المشروع نفسه اللي انا طبعا اه لازم مغفلش اي جزء منها واي عنصر منها علشان المشروع بتاعي ما يترفضش وهنعرف دلوقتي معايير قبول المشروع وامتى يتقبل المشروع وامتى ياترف طب ايه عناصر المشروع اللي معايا عندي تلات عناصر مهمين جدا المقدمة وبعد كده النتائج اللي هي تأخذها انت اصلا من موضوع المشروع نفسه وبعد كده الايه المصادر اللي انت خدت منها الايه خدت منها ايه المشروع بتاعك طيب قلت دلوقتي هقول كيف يقبل المشروع البحسي اللي انا اخترت هناك معايير وضعتها وزارة التربية والتعليم علشان المشروع بتاعك يتم قبوله وما يكونش فيه اي مشكلة من المشكلات عندي خمس معايير لازم يتوفروا داخل البحس اللي انت عملته ما ينفعش تغفل معيار منهم او حاجة منهم لان ده بيؤثر على درجة الايه درجة البحس طيب ايه هي معايير قبول المشروع البحسي او كيف يقبل المشروع البحسي اول حاجة كتابة عنوان جذاب وشيق للمشروع ده اساس زي ما قلنا كده ان الجواب بيبان من ايه من عنوان انت لما تكتب موضوع عنوان ليه بحسك عنوان جذاب عنوان شيق فاكيد هيكون العنوان ده اه يعني عامل كبير من عوامل قبول هذا ايه قبول هذا المشروع يبقى لازم ابدأ البحس بتاعي بعنوان جذاب عنوان شيق يجذب اي قارئ ان هو يقوم باي يقوم بقريت. تانية حاجة عرض المشروع بطريقة منظمة. ترى ايه اللي احنا قلنا عليها? المقدمة والموضوع والنتائج والايه? والمصادر اللي انت حصلت عليها. دي تسلسل كده مع بعض دي اسمها طريقة منظمة لعرض الايه? لعرض ايه المشروع. مقدمة اه موضوع نتائج ثم المصادر اللي انت حصلت منها على ايه? على المشروع بتاعك. ثالت حاجة استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة. المشروع زي ما قلنا هو شامل للمواد كلها. مش كل المادة لها مشروع زي ما احنا عرفنا لأ. المشروع هو مشروع واحد لكل الايه? لكل المواد. فبالتالي انت هتستخدم اكيد الايه? هتستخدم المفاهيم الدراسية اللي انت درستها. في مختلف المواد بقى الدراسات والراضيات واللغة الانجليزية والعلوم واللغة العربية طبعا. ده كله طبعا لازم توظفه داخل الايه? داخل المشروع بتاعك. رب اربع آآ ركم اربعة الالتزام بعدد الكلمات المحدد لكل مشروع. المحل التدائية لها عدد معين. والمحل الاعدادية لها عدد ايه? معين. ما تقلش عن الايه? عن تلك الاعداد ديه الكلمات. وبتضمن تلك الكلمات طبعا. اكيد اللغة الكلمات المفروضة للغة الايه? للغة الاجنبية اللي انت قمت بدرستها. رقم خمسة. وده اللي هياخد مننا بقى وقت او بقيت وقت الحلقة بتاعتنا. مراعاة القواعد النحوية والاملائية وعلامات الترقيم. وانت بتكتب المشروع وكأنك بتكتب موضوع التعبير. من معايير تصححنا الموضوع التعبير. او يعني تقييمنا الموضوع التعبير. لنشوف الطالب هل راعى في كتابته للموضوع ده القواعد النحوية والقواعد الاملائية وعلامات الترقيم. هل كتب قواعد نحوية صحيحة? يعني ما نصبش الفاعل وما رفعش المفعول. والاملاء كتب بطريقة صحيحة. يعني الهمزات اللي بيكتبها بيكتبها صح ولا بيكتبها خطأ. الكلمات اللي هو كتبها كتبها بطريقة صحيحة ولا طريقة خطاء املائيا. كمان مراعاة علامات الاي علامات الترقيم زي الفصلة زي آآ النقطة زي علامة التعجب زي علامة الاستفام زي النقطتين الرأسيتان. امتى بتحط كل الايه? كل الحاجات ديت. اكيد طبعا انتوا تعودتوا عليها وآآ درستوها كلها. طيب. نيجي بقى متى يرفض المشروع? امتى المشروع بتاعي ده? يتم رفضه. يرفض المشروع ازا تطابق مع مشروع اه انت بقى غشت المشروع بتاعك جبته من واحد زميلة نقلته بالنص او كتبت المشروع ما نقلتش انت طبعت هو طبع وانت طبعت مع نسخة تانية وقدمت لايه المشروع. في حالة تطابق المشروع طبعا المشروع بتاعك ايه? هيتم رفضه. طيب. واذا ثبت ان شخص اخر ايضا قام بكتابة المشروع يعني رفت سايبر مثلا برة اه وكتب لك المشروع وطبعه لك وروح انت مقدمه. فبالتالي بتعرف طبعا ان انت مش انت اللي قاين بيه المشروع. عشان كده احنا بنحبس دائما ان انت يكون كتابتك للمشروع بخط ايدك. معنى انت كتبت المشروع بخط ايدك ايوة ينفع تكتب بخط الايد وترفعه او تقدمه. طبعا لسه طريقة التقديم مش عارفينها لحد واحد ايه واحد ما ايوة هنعرف كيف يتم رفع المشروع او تقديمه. طيب انت بتكتب بخط ايدك كتابتك للمشروع البحث بتاعك بخط يد بيدل على ان انت اكتهدت في كتابة هذا الايه? هذا المشروع ما اقلتوش من حد او ما خليتش حد تاني ايه يعمل. طيب الطالب اللي هيترفض مشروعه سيتطر الطالب لدخول امتحان في بداية العام الدراسي قبل زميله ما يدخلوا باسبوع او فترة معينة هيدخل هو المدرسة علشان هيمتحن. وآآ درجة انتحانه دي اللي هتحدد ازا كان هو هيقدر يكمل او ينتقل لمرحلة تانية ولا لا. طيب ايه المصادر اللي انا او المراجع اللي انا ممكن آآ ارجع اليها وانا بكتب المشروع بتاعي. عندي مصادر كتير ومراجع كتير. اول حاجة موجودة معك في البيت واستلمتها في اول السنة وهي الكتاب المدرسي. ينفع اكتب من كتاب المدرسة? اه طبعا. كتاب المدرسة مصدر اساسي ورئيس من المصادر اللي انت ممكن تعتمد عليها في كتابة الايه? في كتابة المشروع بتاعك. تاني حاجة المكتبة الرقمية اللي موجودة. تالت حاجة شبكة المعلومات الدولية لانترنت. آآ كل المعلومات المتاحة على الانترنت تستطيع ان انت تاخدها او آآ تقوم باقتباس بعض المعلومات ايه منها? رابع حاجة وطبعا هي قناة مصر الايه مصر التعليمية بكل موادها التعليمية. قناتنا او حلقاتنا ايضا تعد مصدر اساسي من المصادر كتابة الايه كتابة المشروع. يعني انا قبل كده في حلقات سابقة آآ جبنا نمازج للمشاريع البحسية. ممكن تاخد من تلك النمازج بس مش تاخدها كلها يعني. انت بتستفيد من اللي احنا ايه قلناه. بتستفيد من طريقة عرضنا للايه للمشروعات البحسية كتير طبعا مشروعات كتير تم عرضها في خلال الايه الحلقات الايه الحلقات ايه الماضية سواء للغة العربية او بقية الايه بقية الموت. يعني اربع مصادر ممكن اعتمد عليهم بسهولة ومتوفرين جدا. كتاب المدرسي معك في البيت. قناة مصر التعليمية ايضا معك في البيت. المكتب الرقمية وشبكة المعلومات الدولية اللي هي الايه الانترنت. طيب. ده الشكل العام للمشروع او الخطوات اللي انت ممكن تمشي عليها في الايه في المشروع بتاعنا. طيب. انا بقى النهاردة هنكمل بقية حلقتنا في مراجعة للقواعد النحوية اللي احنا درسناها فيما سبق. هلاقي معي قواعد نحوية خدناها من الترمي الاوليني. وقواعد نحوية اخرى خدناها في الترمي الايه? الترمي التاني لحد خمستاشر تلاتة. طيب. وان كنت بحبز وقلت قبل كده لطلاب المرحلة الاعدادية ان احنا هنكمل النحو لانهايته. لايه? لان النحو هو مادة تراكمية. يعني انا لو جيت لحد خمستاشر تلاتة مسلا انه وقفت في موضوع من المبعاة النحوية اكيد الموضوع ده انا هحتاجه السنة الجاي. فبالتالي يجب ان انا اكون على علم وضراري بهذا الايه? بهذا الموضوع اه طبعا في مادة النحو بالذات. مادة او قواعد النحوية بالذات هي مادة تراكمية. عشان كده اقولت لك في دلوقتي ان انا هجيب قواعد من الترمي الاولاني. ليه? واحنا مش الترمي الاولاني خلص وانجحنا فيه خلاص والحمد لله. اقول لك اه. ولكن قواعد النحو ما فيش حاجة اسمها نجحت وانتهيت منها. لا. قواعد النحو بتكون موجود معاك لحد ان شاء الله ما تنتهي من المرحلة السانوية. يعني ما توصل كده التسانوي وتنتحن وتخلص. يبقى انت كده اقدر اقول لك ان انت ممكن ما يطلبش منك ايه قواعد نحوية قديمة الا ازا بقى دخلت الجامعة وتخصصت في مادة اللغة ايه? في مادة اللغة العربي. طيب. هنراجع ازاي بعض القواعد النحوية اللي معانا? هنراجحها من خلال القطعة نحوية انا جايبها معاكو. هنمشي مع بعض في القطعة سؤال سؤال. ومن خلال تلك الاسئلة هستطيع ان انا اراجع القواعد النحوية المهمة. طيب يلا بينا نشوف القاعدة النحوية بتاعتنا بتقول ايه? بتبدأ القاعدة بتقول ان المصريين اهل البناء والحضارة. ولن يستطيع احد انكار ذلك فقد كانت حضارة مصر شامخة منذ فجر التاريخ. وظل ابناء مصر العظماء يعملون على رفعة وطنهم. ولم يتهاونوا في ذلك حتى تبقى مصر عالية. كويس او. السؤال المعتاد معايا بيقول لي اعرب ما فوق الايه? ما فوق الخط. اعرابات? قلت قبل كده ان في الاعرابات قاعدة بأخذها ليك انت لسه في الصف السادسة ده يعني تطور في بداية اه دراستك اه النحو وحلك لقطع النحو. اه لازم تقرأ القطع قراءة جيدة. لازم انتحدد الجملة اللي فيها الكلمة بتاعتك. ها هي جملة اسمية ولا جملة فعلي. ده هي يعني هيحللك اه حاجات كتير او قواعد كتير انت ممكن تكون يعني مستصعبة في الاعراب بالزات. يبقى اقرأ القطع قراءة جيدة. لان قراءة القطعة وفاهمها هيحللي القطعة وهيحلل الاعراب بتاعي. كمان لازم احدد نوع الجملة اللي منها الكلمة اللي انا هعرفها. طيب عندي اول كلمة كلمة الايه? كلمة البناء. ان المصريين اهلوا الايه? اهلوا البناء والحضر. طيب الجملة هنا دي جملة اسمية. ازاي جملة اسمية مصر ده مدقى بحرف اللي هو انه. ما هو ان احنا اخدنا انه من الحروف الايه? الناسخة. والحروف الناسخة بتدخل على الجملة الاسمية. بترفع اسمها. اه بتنصب اسمها وترفع ايه? وترفع الخبر بتاعها. طيب. يبقى عني هنا كده? ان المصريين. يبقى انه حرف ناسخة. كويس او. طيب. بالمرة بما اننا ذكرنا بقى الحروف الناسخة. وان ايه هي اخوات? هل ايه? هل ان بس هي الحرف الناسخ الوحيد? لا. عندي ان واخوات. ان وان اخد بالك. انا بشدد النون. ببقولش ان او ان. لا. انا بقول ايه? ان وان. طيب. لو كتبناها كده. على ورق فوضي لوحده. وقلت ايه? حروف او الحروف الايه? الناسخة. طيب اللي ايه? ان خد بالك. وان وليت ولعل ولكن وكأن. جيت ان او ايه? ان او اخوات. ان وان ليت لعل لكن كأن. ان وان ليت لعل لكن كأن. دي بسميها حروف ناسخة. بتعمل ايه الحروف الناسخة? ايه فايدتها? تدخل على الجملة الايه? تدخل على الجملة. خد بالك. الاسمية. كويس قوي. تنصب المبتدأ. ويسمى اسمها. يعني ما اجي عربه بقولش مبتدأ بقى. خلاص اتغير. بقول اسم ان او ايه اخت من اخوات ان. وترفع ايه? وترفع الخبر. واخد بالك دي عكس الافعال الايه? الناسخة. يبقى عندي حاجة اسمها حروف ناسخة. وعندي حاجة اسمها تانية افعال ناسخة. اكيد عارفين الافعال الناسخة اللي هي كانوا ايه? كانوا اخواتها. طيب. يبقى عندي ايه? تدخل على الجملة الاسمية. تنصب المبتدأ. وترفع ايه الخبر. عشان كده بسميها حروف ناسخة. يعني ايه ناسخة? ناسخة يعني بتغير في حكم المبتدأ والخبر. احنا درسنا قبل كده الجملة الاسمية. وانا ان الجملة اسمها تتكون من مبتدأ او ايه? مبتدأ وخبر. كويس. المبتدأ دايما مرفوع. والخبر برضو ايه? مرفوع. بس لما جات انا عليهم او اخواتها غيرت الحكمين ده اللي هو حكم الرافع ده. خلت المبتدأ ايه? خلت المبتدأ هنا منصوب. مش مرفوع. والخبر زي ما هو مرفوع. بس نبقاش خبر حر. بقى خبر لمين? خبر لانه ايه? لانه اخواته. طيب. بما اننا ذكرنا بقى الحروف الناسخة. يبقى نتكلم مع بعض عن الافعال الايه? الافعال الناسخة. الافعال الناسخة اللي هي مين? كانوا ايه? كانوا اخواتها. كان اصبح امس ظل بات صار ليس كان اصبح وعندي كمان ايه? عندي اطحة. كان اصبح امس ظل بات صار ليس وايه? واضح. حروف او دي افعال ايه? افعال ناسخ. برضو بتدخل على الجملة الاسمية. تمام. ويه? بتعمل ايه في الخبر? ترفع الخبر. عكس بقى ان اخواته. ترفع المبتدأ اسف. وتنصب ايه? تنصب الخبر. يبقى الاتنين عكس بعض. الافعال الناسخة عكس الحروف الايه الناسخة. الافعال الناسخة بتدخل على الجملة الاسمية. ترفع المبتدأ ويسمى اسمها. وتنصب الايه? وتنصب الخبر ويسمى ايه? ويسمى ايضا خبر. يبقى الخبر كان منصوب. خبر اصبح منصوب. اسم كان مرفوع او خبر او اسم اصبح ايه? مرفوع. عكس مين? عكس انا وايه? انا واخوة. طيب احنا كده اتكلمنا عن الحروف الايه? الحروف الناسخة والافعال. الناسخة. طيب. نيجي نعرف بقى الكلمة المطلوبة من دي. ان المصريين اهل البناء. خلاص هنستطل انت قلت المصريين. يبقى لو جيت اعرف كلمة المصريين هعرفها ايه? هعرفها طبعا اسم. ان منصوب. بس علامة النصب هنا ايه? علامة النصبة ايه? موجودة في الكلمة نفسها. اللي هي مين? الياء. طب الياء ليه يا مصطر? هقول لك اللي ان احنا خدنا في قبل كده السنوات السابقة. خدنا حاجة اسمها جمع المذكر السالم. اللي هو ما زاد عن تلاتة او ما زاد عن اتنين. بكل جمع وكل اسم يدل على اكثر من اتنين بيسمى جمع. ولكن بينتهي باما بو ونون. يا اما بيقو ايه? بيقو نون. ليه ونون? لانه بيبقى مرفوع بالوا. واليقو النون لانه بيبقى منصوب مجرور باليه? مجرور بلا. بما ان كلمة المصريين هنا وقعت اسم الانة. وحنا قلنا من شوية ان اه بتنصب المبتدأ. فبالتالي كلمة المصريين هتبع اسم انة منصوب. طب كلمة المصريين مفرد ولا جمع? كلمة المصريين جمع. طب هل هي جمع? خد بالك ان انا اخدنا كمان تلات جموع. في قم علي جمع مذكر سالم. وجامع مؤنس سالم وجامع تكسير. جامع مؤنس. جامع مذكر وجامع مؤنس وجامع تكسير. جمع المذكر السالم بينتهي بوونون او يؤونون. جمع المؤنس السالم بينتهي بالف وتاء زي كلمة ايه طالبات معلمات مؤمنات. جمع التكسير هو كلمة جمع. بس لا تنتهي لبوونون ولا يؤونون ولا الف و ايه ولا الف وتاء زي كلمة تلاميذ. كلمة مساجد. كلمة كنائس. كلمة مصابيح. دي كلها كلمات جمع. ولكن ما فيش اخيرها لوونون ولا اه يؤونون ولا الف و ايه. الف وتاء. فبالتالي بسميها جمع تكسير. جامع ايه تكسير طيب يبقى عندي جامع المزكر السالم تاني يرفع بالواو وينصب ويجر بيه الياء اما جامع المؤنس السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة اما جامع التكسير بيرفع بالضمة ينصب بالفتحة يجر بالكسرة انه بيعامل معاملة المفرج الجامع اللي معي هنا هو جامع كلمة المصريين منصوبه علامة نصبه ايه الياء طيب ان المصريين اهلوا البناء طيب هنعلي بقى كلمة البناء ايه? احنا اخدنا قبل كده حاجة اسمها المضاف ايوة المضاف اليه. المضاف اليه ده? عندي عرفناكم ان المضاف اليه? ممكن اي كلمة تيجي بعد الظرف بتعرف مضاف اليه? اي كلمة بتيجي بعد كلمة بعض وكل بتعرف مضاف اليه? كلمة نكرة زائد كلمة معرفة. بنعرف الكلمة المعرفة مضاف ايه? اه. انا واضح هنا ان عندي هنا كلمة اهل الايه? اهل البناء. طيب. كلمة اهل هنا نكرة مفيش فيها الف ولاية. تمام? زائد كلمة البناء هنا ايه? معرفة فيها الف وايه? الف ولاية. يبقى عندي هنا كلمة البناء اكيد هنعرفها مضاف ايه? مضاف ايه? مجرور. طبعا الكلمة البناء كلامة مفردة. يبقى مضاف ايه المجرور وعلامة جره الايه? علامة جره الكسر. كويس اوي. طيب اما الخبر بتاع انا فين يا مستر بقى? الخبر هو ما يكمل معنى الجملة. هو اللي بيتم من معنى الجملة. طب يقول لي ان المصريين. ما لهم المصريين? اهل البناء. يبقى عندي الخبر كلمة ايه? كلمة اهل ده. خبر ان مرفوع وعلامة رفعه الايه? الضم. طيب نكمل الكلمات المطلوبة مننا بعد كده. اهل البناء والحضار. ولن يستطيع احد انكارا. لن يستطيع احد. عايز يعرف كلمة ايه? كلمة يستطيع. طيب. قبل ما اعرف كلمة يستطيع لازم اعرف ازا كانت الكلمة اللي هاعرفها دية اسم ولا فعل ولا حرف. طبعا هي مش حرف. لان انا نتعودنا ان الحروف زي حروف الجر او حروف العطر. طيب. يبقى عندي يا اسم يا فعل. اهفرق ما بين الاسم والفعل ازاي? حط للكلمة الف ولاي. ينفع قول ال يستطيع? اكيد لا ما ينفعش. فبالتالي مش هينفع الكلمة تبقى اسم? لان من علامات الاسم انه يدخل عليه الالف والايه? يدخل عليه الالف ولاي. ما دخلش عليه الالف ولايه يبقى الكلمة ليست اسم. يبقى عندي هناك كلمة يستطيع هتبقى ايه هتبقى فعل. كويس. طيب. الفعل عندي كم نوع? عندي تلات انواع. في فعل ماضي. في فعل مضارع. في فعل امر. ماضي خلص. شرح المعلم الدرس. يعني شرح وانتهى وخلص. اه المضارع لسه بيحصل. يقول المسلم الحق. لسه بيقول شغال. الامر شيء او طلب بطلب منك ان انت تعمله في المستقبل. انام مبكرا. استيقظ مبكرا. دي كلها حاجات ما حصلتش لسه. انا بطلب منك ان انت ايه? تقوم بيها او تعملها. عشان كده بسميه طلب او امر. فبالتالي عندي الفعل يستطيع يبقى فعل مضارع. لانه ما زال يحدث. انا عارفين ان الافعال المضارعة بتبدأ بحرف من الاربعة. لان مجموعة في كلمة الالف النون الياء التاء. يعني ممكن اقول يستطيع استطيع نستطيع تستطيع. دي كلها افعال. مضارع بدأ بالف والنون والياء والايه والياء والياء. طيب. ولن يستطيع. يبقى خلص يا مستر عارفنا ان كلمة تستطيع فعل مضارع. ايه. بس انا خدت قبل كده ان المضارع اللي هو علامات اعراب مختلفة. اولو حالات اعراب مختلفة. خدت رفع للمضارع. ونصب للمضارع وجزم للمضارع. انت المضارع يبقى مرفوع? انت المضارع يبقى منصوب? انت المضارع يبقى مجزوم. طيب. نيجي هنا مع بعض ونتكلم في حالات اعراب الفعد الايه? المضارع. اني ده طبعا الدلس من الدروس المقررة. علينا. الترم ده. طيب. اول حاجة عندي من حالات اعراب المضارع اللي هو نصب الفعد الايه المضارع. متى؟ يكون المضارع منصوبا امتى ننصب الفاعل المضارع المضارع يتنصب اذا سبق ينصب المضارع اذا سبق بادته بادة نصب طب ايه هادوة النصب اللي احنا خدناه خدناه بقى ان خد بالك بالسكون مش بالشدة زي ان ولن وكي وحتى ولام ليه ولام التعليم ده ادوات ده سميها ادوات نصب الفاعل المضارع ان لن ان خد بالك سكنة ان مش ان نفرقنا من شوية من ان ليا دي حرف ناسخ اما عندي هي ايه ان ليا سكون لن كي حتى لام ليه لام التعليم دي ادوات نصب المضارع اي فعل ييجي بعد ادى من دولك يكون مضارع طبعا بيبقى فعل مضارع ايه فعل مضارع منصوب يبقى دي اول حاجة عندي في حالات نصب الفعل الايه نصب الفعل المضارع طيب نيجي بعد كده جزم المضارع امتى المضارع يكون مجزم متى يجزم الفعل المضارع مضارع برضو اذا سبق بادتي اذا سبق بادات جزم طب ايه ادات الجزم يا مستر عندي لم مش لن لم بالميم لم لن ناهية اللي بستخدمها في النعم ولم الايه ولم الامر اللي بستخدمها في الامر يعني مسلا يقول ليه لتكتهد في عملك انا بطلب منه الاجتهاد فاستخدمت الامل ايه لامل امر لا تهمل واجبك استخدمت هنا ايه لا لا ايه لا انها هي وهكذا اي فعل مضارع ييجي بعد اداة من الادوات التلاتة اللي قلتهم دولك يبقى بعربه طبعا فعل مضارع مجزوم فعل مضارع ايه مجزوم طيب ممكن يجزم بالسكون لو كان اخره صحيح يعني ما فيش في حرف من حرف العلة طب هي حرف العلة عندي تلات حرف حروف ازا جوم في الفعل بسميه فعل معتل الكلام ده ان شاء الله هتاخدوه باستفادة في العام القادم بإذن الله في الصف الاول الاعداد سميه فعل معتل لما يجي فيه حرف من حرف العلة اللي هي الالف او الواو او اليا زي قال في نص حرف علاو يبقى ده معتل طيب يقول عندي الواو فيها حرف علا يبقى ده فعل معتل الفعل قضى ساعة هدى دي كلها افعال المنتهي ايضا بحرف علا فبسميه فعل ايه فعل معتل لو جايلي فعل معتل فيه حرف من الحروف دي في نهايته بقى يعني عندي مثلا زي الفعل ايه يسع الفعل يسع او ده فعل معتل اخر حرف ايه اخر حرف علاو لو جايلي الفعل المعتل ده قبله ادى من ادوات الجزم يبقى كونه لم يسع الرجل في الشر حلو او اللي عملته هنا حزفت مين حزفت حرف العل ليه عشان اداة الايه اداة الجزم دي فما جاي عارب الفعل ده بعاربه فعل مضارع مجزوم بحزف حرف الايه حرف العل يبقى ما كون الفعل اخر حرف علا ويجي قبله ادى من ادوات الجزم فبالتالي لازم نحزف حرف الايه العل لان الفعل المضارع بيبقى مضارع مجزوم بحزف حرف الايه بحزف حرف العل طيب نرجع بقى للقطع بتاعتنا تاني اللي بتقول ايه عندي علا بالفعل يستطيع طبعا ده فعل منضارع منصوبة علامة نصب الايه الفتحة ليه منصوبة مستر لانه قبله كلمة ايه لن ولن ديت ادى من ادوات النصب طيب ولن يستطيع احد انكار ذلك طيب كلمة انكار جات في جملة اسمية ولا جملة فعلية ده بدأ بجملة فعلية هي يستطيع احد انكار صحي كده يبقى ده فعل من اللي هيستطيع احد ايا كان يبقى ده فعل هيستطيع ايه انكار يعني ده اللي وقع عليه الفعل يبقى ده مفعول به كلنا عارفين ان الجملة الفعلية بتتكون من ثلاث اركاب فاعل وفاعل ومفعول الفاعل اللي حصل الفاعل هو اللي عمل الفاعل المفعول به اللي اتعامل فيه ليه الفاعل يبقى عندي ثلاث حاجات فاعل وفاعل مفعول الفاعل اللي هو الحدث اللي اتعمل سواء كان في الماضي او في المضارع او في الامر الفاعل اللي هو ارتكب الفاعل او عمل الفاعل نفسه المفعول به اللي هو ايه اللي هو وقع عليه الفاعل اقول كتب الطالب الدرس ايه اللي حصل الكتابة يبقى كتب ده فاعل ده حدث. مين اللي كتب الطالب? يبقى الطالب هو اللي اقام بالفعل. يبقى ده فاعل. طيب. ايه اللي تكتب ايه? وقع عليه الكتابة? وقع عليه الفعل? اتعامل في الفعل? اللي هو كلمة ايه? الدرس. يبقى يتالي بسميه مفعول به. الفاعل دايما مرفوع. والمفعول به دايما بييجي منصوب. والفعل حسب ايه? اختلاف حالته. طيب. يبقى عندي هنا كلمة انكار? هتبقى مفعول به طبعا منصوب. ذا آآ انكار ذلك فنرجع للقطع بقى فقد كانت حضارة مصر حضارة آآ مصر شامخة. آه. عايزين نعرف كلمة ايه? كلمة شامخة. كانت حضارة مصر شامخة. كويس قوي. قبل ما اعرف كلمة شامخة لازم ارجع لبداية الجملة بتاعتها. آه هلاقي عندي مين? كان اهي. كان اليت بتفكرنا بحاجة مهمة. لسه قيلنا من شوية. وهي ايه? الافعال الناسخة. الافعال الناسخة. بتدخل على الجملة الاسمية. اللي هي ايه? الجملة الاسمية اللي اصلها كلمة ايه? حضارة مصر شامخة. اهي. دي جملة اسمية. صح? دخل عليها مين? كان. حضارة مصر شامخة. يبقى عندي هناك المفوض اعرف حضارة مبتدأ. وشامخة ايه? خبر. ولكن لما دخلنا كانت غير الامر. فاصبحت كلمة حضارة هنا اسم مين? اسم كان مرفوع. واحد يقول لي يا مصر تما فيه تاق هي ممكن نقول لها تاق الفاعل. يقول لك لا اسمها تاق التأنيس ولا اه دي مش ضمير من الدماء دي علامة التأنيس الفعل. طيب يبقى كانت حضارة يبقى حضارة اسم كان آه مرفوع وعلامة رفع الضمة وكانت حضارة مصر. واحد تاني يقول لي خلاص يبقى كلمة مصر? هتبقى هي الخبر بتاعك انا. طيب احنا قلنا قبل كده ان الخبر هو اللي بيكمل معنى الجملة. هو اللي بيفهمني الجملة. من غيره ما فهمش الجملة. يبقى كانت حضارة مصر. طيب وقفت على كده. هل معنى الجملة تم? طبعا ما تمش معنى لايه? ما تمش معنى الجملة. يبقى وكانت حضارة مصر شامخة تاني. يبقى هنا اللي تم معنى الجملة او اللي يكمل معنى الجملة كلمة ايه? كلمة شامخة. يبقى بالتالي هنعرب كلمة شامخة هنا ايه خبر كانت طبعا هيبقى منصوب وعلامة نصبه لايه وعلامة نصبه الفتح فقد كانت حضارة مصر شامخة منذ فجر التاريخ اه قلت في بداية حلقتي وانا بعرب اه في بداية كلامنا عن القاعدة النحوية كلمة البناء عرضناها مضافء لايه مجرور قلت ان المضافء لايه ممكن يجي بعد الظرف يجي بعده ايه بعده مضافء لايه يبقى كانت حضارة مصر شامخة منذ فجر التاريخ هنا منذ ده ظرف زمان جي بعده كلمة فجر يبقى هنا ده مضاف ايه مضاف ايه كويس او فقد كانت حضارة مصر شامخة منذ فجر التاريخ وظل ابناء مصر العظماء يعملون على رفعة وطنهم ولم يتهاونوا حتى تبقى مصر عالية انا قبل معرفة حطوا سؤال على قبل معرفة كلمة عالية حطوا سؤال في بداية الجملة ولو ما حطوا السؤال انت هتعرف اعراب كلمة عالية كيف تبقى مصر الاجابة هتبقى ايه عالية طب احنا بنسأل عن كيف بايه بالحال هم تقوله انت عاستطمن على حال واحد هتقوله كيف حالك صح كده يبقى كيف بنسأل بيها عن الحال فبالتالي كلمة عالية ما اجع عربها هتبقى ايه هتبقى حال طبعا منصوب وعلامة نصبه الايه وعلامة نصبه الفتح كويس اوه احنا كده خلصنا السؤال الاول للاعراب اللي معاه نيجي ليه السؤال التاني استخرج خبرا لحرف ناسخ وظن ان احنا اعرابنا او طلعناه اكيد من اعرابنا ليه الحروف الناسخة وكلامنا عن حروف الناسخة عندي كلمة ايه كلمة ان المصريين قدر حرف الناسخ اللي هو ان ما لهم اهلوا ايه اهلوا بناء يبقى الخبر هنا يبقى كلمة ايه اهلوا البناء خبر لمين خبر ان طبعا يبقى مرفوع طيب السؤال التاني نشوفه كده ونرجع للقطعة تانية على طول بيقول لي استخرج اه فعلا من الافعال الخمسة طيب ايه هي الافعال الخمسة الاول الافعال الخمسة هي كل فعل مدارع خد بالك كل فعل مدارع يعني مش ماضي ولا امر باتكلم عن الفعل المدارع كل فعل مدارع انتهى به اه وهو الجماعة او اتصل به وهو الجماعة الف الاثنين يا ايه المخاطبة وهو نون الف ونون يا او ايه يا ونون يا مستر عايزين مثال يوضح لنا على الورق بسرعة حاضر عندي مثلا الفعل ايه يصنعون او فعل يصنع ده فعل عادي خالص طيب ازاي يخليه من الافعال الخمسة هضف له او ايه الجماعة بقى الفعل ايه يصنعون طيب او الف الاثنين بتدل على المشنة يبقى ايه يصنعان او يا المخاطبة اللي هي بتكلم بها المؤنث تصنعين صحي كده يصنعون يصنعان تصنعين دي بسميها افعال خمسة الافعال الايه الافعال الخمسة عندي يصنعون وآآ يصنعان وتصنعين دي من الافعال الخمسة هي كل فعل مدارع اتصل بيه او الجماعة الف الاثنين يا اليه يا المخاطبة كويس اوه طيب الافعال الخمسة دي لها اعراب اكيد يعني ما اجعل بها بتعرب في حالة الرفع باعراب وفي حالة النصب والجزم بايه باعراب احنا انتفقنا قبل كده ان المدارع له تلات حالات اعرابية انه اما بيجي مرفوع يا اما بيجي منصوب يا اما بيجي مجزوم طيب في حالة الرفع ترفع بايه ترفع بثبوت النون يعني النون بتبقى موجودة او المصريون يصنعون الايه يصنعون التالي فعل مدارع منصوب بالنون اه بثبوت الايه النون مرفوع بثبوت النون النصب والجزم بحزف الايه بحزف النون هيبقى مسلا يصنعوا لن يصنعوا او لم ايه لم يصنعوا هنا حزفت الايه النون لان انا جي منصوب مرة وجي مجزوم ايه وجي مجزوم مرة يبقى بيجزم يبقى الفعل الافعال الخامسة تاني بترفع بيه اه سبوت النون وبتنصب وتجزم بحزف الايه بحزف النون وبقى الافعال الخامسة واعرابها اه للأسف بتنتهي حلقتنا اه اترككم في رعاية الله وامنة على امل ان نلقاكم في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة